بمبادرة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا وبالتعاون مع وزارة التنمية الزراعية جاءت الانتلاقة الرسمية لأنشطة مشروع دعم وتنمية الانتاج الزراعي بشاد وذلك في إطار الشراكة القائمة بين البلاد وتركيا في شتى المجالات وبهدف مضاعفة الانتاج الزراعي وتأمين الغزاء للمواطنين هذا ما أكده منسق وكالة تيكا ميلي مجاهد أتيش مضيفا لأن هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الوزارة لا سيما تحقيق الرفاهية لسكان المناطق الريفية من جهتها وزيرة التنمية الزراعية كاموغي ديني أسوم أشادت ببادرة وكالة تيكا لإنشاء هذا المشروع الهام مشيرة إلى أن الوزارة ستأمل ما بوسئها لإنعاش الاقتصاد الوطني عبر الزراع التي تؤتبر من أهم ركائز التنمية بالبلاد وننوه إلى أن المشروع سيعمل في تعزيز إنتاج الخضروات والبقوليات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر